حقيقة ظاهرة العنف وارتفاع نسبة الجريمة في العراق شكلت أرقام مخيفة في السنوات الأخيرة ولا سيما الحديث عن العام المنصرم أو الذي أوشك على نهايته إذ نجد أن الإحصاءات كانت كبيرة جدا وأن جرائم تنوعت من حيث الأسباب ومن حيث الأساليب أيضا التي استخدمها مرتكبوه هذه الجرائم لذلك نجد أن الجرائم تتباين من حيث الأسباب من ما بين أن تكون هي دوافعها دوافع السرقة أو الاحتداء على ممتلكات الآخرين وما بين دوافع أخرى هي الانفعالات الآنية التي ربما تحدث عندما يتشاجر شخصان مع بعضهم البعض أو أن يكونها ضحية أو أن يكون الضحية لمشاجر أخرى وما بين أيضا من الممكن أن تدخل ضمن الجرائم الأسرية ونعرف أن الجرائم الأسرية أيضا هي متباينة وهناك أسباب ودوافع مختلفة منها ما يتعلق بالجوانب المادية ومنها ما يتعلق بطبيعة العلاقات وطبيعة التماسك الأسري الموجود داخل الأسرة الذي يدفع بعض أفراد الأسرة سواء كان الأب أو أحد الأبناء بالقيام بجريمة داخل هذه الأسرة لذلك أن الإحصاءات حقيقة نجدها أنها أصبحت كبيرة والأرقام هي مهولة ونجد أن هذه الجرائم حقيقة بدت تأخذ أشكال وأساليب متنوعة ومتباين غير ما كان هو الطرق المألوفة السابقة ترجمة نانسي قنقر